الفنان عزة العليلي هو ممثل مصري اتولد يوم 15 سبتمبر سنة 1934 في حي باب الشعرية بالكاهرة وبعد حصوله على الثانوية العامة التحك بالمعهد العالي للفنون المصرحية واشتغل في بداياته كمعد لبرامج تلفزيونية بسبب انتزاماته الأسرية في رعاية إخواته بعد وفاة والده وحقق نجاحات كبيرة على خشبة المصرح وبعدها في السينما والتلفزيون وقدم كتير من الأعمال الفنية النجحة وتم اختيار 10 أفلام من بطولة عزة العليلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية أما عن حياته الشخصية فعزة العليلي اتجوز مرة واحدة من سناء الحديدي واستمر زواجهم حتى وفاتها سنة 2017 وأنجب منها ولد وبنتهم محمود العليلي ورحاب العليلي وتوفي يوم 5 فبراير سنة 2021 لو بتحب الفنان عزة العليلي اعمل لايك واشترك في القناة